موسيقى 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 بداية احكينا عن سبب زيارتك للأردن سبب زيارة للأردن عندي كم مقابلة مشبورة أعملهم ضروري أعملهم لأنه أنا كتير مؤثر بحق اللي بحبوني بالأردن وبكرة إن شاء الله عنا صهرة خاصة بعد الظهري بس حفلة خاصة بعمن فكانت الزيارة عملية وفنية بنفس الوقت أهلاً وسهلاً نورت عم أهلاً فيك طيب ماجئ حكينا عن تجربتك بهاي زيارة هل عم بتقضي وقت حلو هون الحقيقة وقت وين؟ هون بعمان معنا زوجتي أردنية مجبورة يعني خلص انت نصابك يعني أردنية أبو نسف بيك دور أهلاً وسهلاً لا جد أبو نسف إزايك أنا عطول بيجي على عمان زيارة عائلية زيارات عمالية بس أكتر يعني عندش أربع مرات خمس مرات بيجي فيهم بالسنة على عمان إذا ما كان في حفلة عطول بيجي زيارة عائلية لأنه عندي بيت تاني هون نصف التاني من أهمش النصف التاني يعني هون نصف لازم ترضيه وتضلك تيجي على عمان طبع أنا فيني شغلي أول ما أقعد مع حدا لبناني بصير أحكي لبناني عرفتنا حياتنا صحيحة وأنا العكس صحيحة وأنا بس قوة معنا أردني طب حلو طب حكينا كلمات أردنية حافظة إيش بدي قول قالوا قولنا غير قالوا قولنا هاي مش محسوبة حافظة أي كلمة هيك شهاض والله على عراسي قصدرة أيو على عراسي قصدرة متاز أكسبت خلص حلو هاي لما أنك تيجي أكثر من مرة بالصانية على الأردن إيش أكثر الأماكن بتحبها بعمان بالأردن بشكل عام وإيش أكلتك المفضلة الأردنية إيش أكلتك المفضلة شو بتحب تاكل بس تيجي لهم شو بتحب تاكل لا لا عم بفهم عليكم أنا بفهم عليكم أكلت المفضلة على أولك الأردنية هي المنصفة بتاكلوا بإيدك وهيك أكيد بلا معنى يعني إيدي من وارا بحطة خبير خبير شو بقولوا الكلمة في كلمة أولا مكعبلة غسشونا سباب ما بعرف صراحة مكعتلة مكعتلة مكعبلة مكعبلة لا 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 المهم أنا بأكلها بهذه الطريقة اللي هي عقصودة شعشيل و خلص شو تخل الشعشيل في المنصفة هي دخلت على الحلويات إيفة أنا بيجي على عمان عمان كلها مكنة حلوية أكيد بزورها وعندي كيف مكان مزافيون على بحر الميت أكيد لأنه كثير بمصد بارتاح بحاجة قوات للرواء وبحر الميت أعتقد المكان مناسب لأواحد يريح راسه فيه سنة موسيقى 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 موسيقى